تحية طيب لكم جميعا ونهاركم مبارك هذه قناة حياتنا ورلايف نرحب بكم جميعا في الوحدة الثالثة وبدايتها ونبتدأ بهذه الوحدة التي تأتي بعنوان أحب وطني لا شيء يعدل الوطنة هذا من أقوال أو هذه العبارة هي من أقوال أحمد شوقي طيب نبتدأ في هذه الوحدة الجميلة يا رابع وبالدرس الأول منه بالإضافة لدرس الثاني اللي هو تحدث الدرس الأول سوف نتحدث فيه عن الاستماع فهلأ بدنا نقرأ لكم المادة السماعية وقبل ذلك المادة السماعية رح تحكي عن هاي الصورة نحن شايفين هنا بنت عم ترسم على لوحة شو عم ترسم هنا رسمة سماك في سورة سماكي هون في سماكي هون وفي ألوان هون في سورة حصان فنبين إنها طفلة سعيدة هون منحكي بما تشعر الطفلة كما يبدو من صورة وشو منتوقع إنه يصير لهذا في هذا النص المسموع وهون أسئلة بعد ما نسمع النص شو السؤال اللي سألته لنفسها شو عنوانه لهذا النص شو الصورة اللي بتمثل الوطن شو صورة الشخصية اللي وردت في هذا النص يعني إحنا مش غلط نطلع هيك بشكل سريع على الأسئلة عشان نفهم هذا النص عن ماذا سوف يتحدث طيب هلأ رح أبين لكم المادة المسموعة تمام بس إنه ياريت تركزوا بالقراءة أو بالاستماع الوحدة الثالثة الوطن الصغير الرسم هواية ليلة المفضلة فهي تقضي وقت فراغها في ممارسة هذه الهواية ترسم بالقلم أشياء كثيرة وتلونها بالريشة وتطلب أحيانا إلى بعض رسومها أن تحقق أمنياتها فتفعل ذات مرة رسمت ليلة حصانا أبيضا وطلبت إليه أن يسافر بها إلى بلاد العالم لتشاهد معالمها الشهيرة شهيرة امتطت ليلة ظهر الحصان وسافرت بعيدا وعندما حل المساء أخبرت الحصانا أن يعود بها إلى البيت ففعل مرة أخرى رسمت ليلة طائرا كبيرا وطلبت إليه أن يحلق بها عاليا فبسط الطائر جناحيه وانطلق في أرجاء الفضاء الواسع فرحت ليلة وهي تطير فوق الغيوم ولكنها سرعان ما شعرت برغبتها في العودة إلى بيتها فحقق لها الطائر ما أرادت وفي إحدى المرات رسمت ليلة سمكة ملونة وطلبت إليه أن تغوص بها في أعماق البحار لتكتشف أسرارها وتستمتع بغرائب مخلوقاتها فاستجابت لها السمكة وطلبت طلبها وعند الغروب أحست ليلة بالتعب فرجت السمكة أن تعيدها إلى البيت ففعلت أخذت ليلة تفكر وتسأل نفسها لماذا أشعر بالشوق إلى بيتي كلما غادرته وذهبت بعيدا عنه احتارت ليلة فهي تحب السفر والرحلات تحب أن تزور بلاد بعيدة ولكنها تحب أن تعود إلى بيتها سألت جدتها عن السبب فأجابت الجدة البيت يا حبيبتي هو الوطن الصغير الذي لا نستغني عنه ونشتاق إليه دائما ونشعر فيه بالأمان والاطمئنان قالت ليلة آه كم أحب وطني الصغير إذن هذا هو كان نص الاستماع طيب نجاب الآن على الإسئلة مع بعض يا رابع السؤال الذي سألته الفتاة لنفسها لماذا أشعر بالسعادة لماذا أشعر بالفرح لماذا أشعر بالشوق إلى بيتي كلما غادرته وذهبته بعيدا إذن جواب هو رقم جيم هي ما كانت مستغربة من حالها ليه مبسوطة لا عادي كانت تسأل حالها أنه ليه كلما أروح محل بحب أرجع أنا لوطني أو لبيتي عنوان هذا النص نحكي وطن صغير ولا وطن بعيد ولا وطن كبير هو نتحدث عن الوطن الصغير صح؟ فمنحط دائرة على الوطن الصغير طيب ما هي صورة التي تمثل الوطن؟ شو أنت بالنسبة إلك شكل الوطن؟ هل هي بالنسبة إلها؟ الوطن عندها أنه ترجع على بيتها فإذن هذا هو الوطن بالنسبة للطفلة شو صورة الشخصية التي وردت في النص؟ إحنا شفنا سمكة، شفنا حصان، شفنا طائر، شفنا غيم فبالتالي حصان، ما شفنا أرنب وما شفنا ذعلب طيب نستبدل بالكلمة التي بين القوسين الكلمة التي حمرت معناها ونكتبها بالفراغ هاي المعاني للكلمات للنص المسموعية رب نحفظهم طلبت إليه أن يحلق بها عالياً يحلق أن يطير شو يعني يحلق؟ يعني يطير سافرت إلى بلاد العالم لتشاهد معالمها الشهيرة المعالم هي الأماكن يعني بدك تروح تزور مثلا مثلا لبنان اللي بدي يزور لبنان شو من أشهر معالمها بتقول لي مثلا مغارة جعيتها بسط طائر وجنحيه وانتقل في أرجاء الفضاء الواسع الأرجاء هي في أنحاؤه وكلمة لبت استجابت لها السماكة ولبت مطلبها أنا لما بدي ألبي طلب لشخص يعني بدي أحقق طلبه ننتقل لصفحة 56 ونسل كل عبارة وردت في النص المسموع بقائلتها مين اللي حكى هذا الكلام الجدة ولا البنت خلينا نحط الرقم المناسب في المربع مين اللي حكى البيت هو الوطن الصغير الذي لا نستغني عنه اللي هي جدة لما حكت لها بالأخير وقعدوا يحكوه آهن كم أحبه وطني الصغير آخر جملة وردت وحكتها الطفلة فبالتالي نحط اتنين للطفلة اللي هي حكتها لماذا أشعر بالشوق لبيتي هذا كلام برضو الطفلة اتنين ليل لأنه هاي اتنين الطفلة يعني يعني هاي هون وهاي هون وهاي هون نلون الفقاعة التي تحمل مغزى النص المسموع وفائدة ونوضح السبب انت شوف همت هون يا رابع لما سمعنا هذا النص فهمنا رفق بالحيوان لا هل فهمنا انه لازم احب الأجداد واحترمهم لا هي ما كانت تصيحة للجدة مثلا هل نفهم من ذلك انه البيت هو موطن الأمان والحب نعم البيت هو موطن الأمان والحب خلينا نلونها هاي بلون جميل تمام نيجي منلونها بلون حلو كامل بتلون ليها هل هي لأنه هون هيك طلبين بسؤال بدك تلون الدائرة التي تدل على القيمة او الدرس اللي انت تعلمته من هذا النص المسموع ننتقل لصفحة 57 وبدنا نختار الوجه الذي يعبر عن رأيك في كل عبارة تتحدث عن الوطن ونوضح السبب شو رأيك هل تشعر انت بالأمان والاطمانان في البيت نعم اشعر بالأمان فبتحط لي صورة الاسمايلي هيك او ممكن تحط نختار هيك او تحط دائرة المهم دك تحكي للسبب ليه انت بتحب الوطن ليه بتحب انك يعني تشعر بالأمان فيه طبعا السبب بشعر بالأمان والاطمانان لأنه لا يوجد خطر صاح نحكي لا يوجد خطر في البيت فعشان هيك انا بشعر بالأمان وبالاطمانان صاح طيب اللي بعديها البيت هو الوطن الصغير الذي لا استغني عنه نحن ما بنستغني عن بيتنا عن وطننا هذا الصغير طبعا هذا كلام سليم فمنكتب ونحط دائرة برضو على هذا الوجه اوكا وسافر بعيدا ارحل عن وطني لأن احنا ما بدنا نسافر لا نريد ان نرحل عن وطننا البيت هو الوطن الصغير اللي انا ما بستغني عنه ليه لانني احبه مثلا هاي من احد الامثلة ممكن تحكي لانني احبه ليه ما بدك تسافر بعيد وترحل عن وطنك برضو ممكن تحكي لانني احب وطني ومتعلقة به او لانني لا احب التغرب والابتعاد عن اهلي واصدقائي هيك يعني يا رابع ننتقل الى الدرس الثاني وهو تحدث بطلاقة هلا كله اتنا تعلمنا اذا بالحديث وكيف ننوقف بالصف ونعبر عن رأينا بلغة عربية فصحة وسليمة اكيد في عنا مرات شغلة اسمها تلوين الصوتي اذا بدك تدخل عندك اسلوب التعجب او اسلوب الاستفهام اكيد النبرة الصوت رح تتغير يعني مثلا خلينا نجرب نحكي هاي الاشياء او مثلا انت بلشت بالحوار من هون تحكي لماذا او حب وطن الاردن بالاول بدك تشرح ليه بتحب وطنك بعدين بدك تحكي انه كيف انت بدك تظهر محبتك لوطنك الاردن واخر شي بدك تحكي لماذا سأفعل وطن الاردن عندما اكبر بعدين هون بدنا نتأمل هذه الصورة ونحاول نكمل هذه القصة شفويا انه في عنا اربعة اطفال كيف رح يخدموا وطنهم الاردن لم يكبروا كيف الجندي ممكن يساعد بايش انهم يخدم وطنه كيف النيرس او الممرضة او الدكتورة ممكن تساعد كيف الطالب ممكن يساعد زيك وكيف عامل الوطن او العامل البناء ممكن يساعد في ذلك فمثلا هون اللي هم اسامي هذا اسمه احمد هاي اسم هاريم هاي اسمها جود وهذا اسمه وسام فبدك تحكي لي كل واحد شو بحكي بالزبط وزي ما تعلمنا كيف نحكي نحن قلنا بلغة سليمة بتلوين صوتي هلا رح نشوف بتلوين صوتي كيف وكيف تتحدث عن هذه الصور بالترتيب الذي تراه مناسبا يعني ممكن ان تقول كالتالي احب وطني الاردن لانه بلد امان واطمئنان ولانني ولدت هنا واشعر بالراحة والانسجام مع اهلي واصدقائي واحب طبيعة الاردن لانها تمتلك مناخا معتدلا جميلا فاحب جباله ووديانه وانهاره وصحراءه وأظهر وأظهر محبة لوطني من خلال المحافظة على نظافته ومن خلال عدم العبث بممتلكات الوطن وبالمرافق العامة التي تخدم جميع الناس ومن خلال مشاركتي في الكشافة وفي الانشطة التطوعية ولدي حلم كبير وهو أنني عندما أكبر سوف أخدم وطني في القوات المسلحة الأردنية وأحمل وطن من الأعداء ومن خلال قيامي بواجباتي أثناء العمل هيك مثلا هذا كنص إنه ممكن هيك تحكي أنت يا رابع بالنسبة لأحمد ماذا يقول أحمد يقول أحمد أقوم بالدفاع عن وطني وأحرس حدوده بحزم وقوة وشجاعة تقول ريم أخدم وطني بمساعدة أبنائه على الشفاء من خلال إعطائهم الأدوية والعلاجات المناسبة قالت جود أخدم وطني من خلال التزام بواجباتي وأهدافي وتحقيق طموحاتي في العمل وفي البناء وفي أن أكون موظفة في المستقبل كيف يقول وسام أو ماذا قال وسام وسام قال أخدم وطني من خلال بناء أفضل المرافق والعمل بإخلاص ومهنية عالية والعمل بروح التعاون مع زملائي مثلا هذه الطريقة ممكن تتحكيها كيف كل شخص يخدم وطنه بهيك يا حلوين خلصنا الدرس الأول والثاني من هذه الوحدة نراكم في الدرس الثالث إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر